كيف حصل بقى؟ لأنه الحقيقة أعتقد أن مباراة سانداونز ونداء الجمهور لللاعبين بعد المباراة اللي احنا اتغلبنا فيها هناك ورجعنا لعبنا هنا وكسبنا 1-0 وجمهور النادي الأهلي اللي كان موجود في الملعب كان ساعتها الجمهور ممتلئ عن آخرها الاستاذ لو تفتكر عن مباراة دي ببرج العرب أعتقد أنه دي كانت لحظة فارقة بالنسبة للمجلس إدارة النادي الأهلي وبالنسبة للكابت خطيب وبالنسبة لكم كتعقدات بقى كانت لحظة بالنسبة للكابتن خطيب طبعا أنه كانت بالنسبة للمجلس إدارة النادي كانت تهزة كبيرة جدا كانت نتيجة مرعبة محدش توقعها خالص بس أنا هقولك من أول ما كابتن خطيب كلفني بالتعاقدات وبصراحة برضو لازم نقول برضو شهادة حق اللي بدأ الكابتن في الأول كان حسام غيلي وحمد فضل في الأول طبعا مع الكابتن خطيب برضو أن الكابتن من الكوادر اللي بيحضرها كان حسام وفضل وأنا وأن إحنا شايف النازل إداريا ليهم شكل معين وأعزوا نكون موجودين في النادي فهم حتى في فكرة أن إحنا كان قوام الفرقة كان محتاج أن أعادت هيكلها شوية فهم كانوا بدأوا فيها في الأول وأنا جيت بعد كده في شهر 12 هم ساعدوني مع مهندس عدلي قيعي في شهر واحد كان فضل المهندس عدلي وحسام في شهر واحد كان فيه مساعدات عشان كنت إستمادق في التعاقدات وبعد كده كملت أنا الطريق بقى أن إحنا الهيكل اللي بتاع الفرقة كل كان نازمية هو محتاج يتزبط شوية فالنهاردة اتفرج النهاردة على سكوات نادي الأهلي مش ببالغ ولا بقول كلام برضو كلام في الهوى إحنا أقوى سكوات في أفريقيا بلا منافس النهاردة النهاردة فعلا تبص على بنسبة 5 أو 9 ممي مراكز اللي جواه الفرقة عندك شيئا مشكلة يعني أن كل مركز موجود عندك بديل واثنين وثلاثة ما في شهر الأفريقيا عندها كل الفرايتي دي في اللعيفة فده يعتبر يعني نجاح لإدارة النادي نجاح لمجلس إدارة لجنة تخطيط إن إزاي توصل للسكوات بالقوة دي فإن شاء الله يكون قدر الواقع يتطبق وفي سنتين أو في سنتين سنتين ونص سنتين ونص البداية كانت في 2018 بداية في يناير يناير 2019 صح يناير 2019 من ساعتها ابتدى إعادة هيكلة للفريق وده طبيعي إنه بيحصل كل عدد سنين معين بيحصل هيكلة للفريق من الأول وجديد إعادة هيكلة من ناحية اللعيبة وحتى من ناحية المدربين برضو إن إنت بجيب مدربين مثل مطلب في الأول بهوية معين المدربين إنت محتاجهم بشكل معين يساعدوك فنيا إنت في الآخر النهاردة مش يجيب مدرب بيلعب كرة دفاعية أو كرة بيقولك مثلا المدرب مدارسة بورتغالية في إيه مدارسة بورتغالية مش عاكس ما كتب إنت بجيب مدرب يكون سيستم بتاعه متطابق مع السيستم بتاعك بس هذه الفكرة